اشتركوا في القناة وهو أمر متعلق بأمر العقيدة وهو باب مهم من شروط ولوازم لا إله إلا الله ولذلك من أراد أن يحقق هذا المعنى فعليه أن يتنبه إلى مثل هذه المسائل وخاصة كما ذكرنا لكم بالأمس أن مثل هذه المسائل ربما يكون هناك فيها شبه وتضليل لبعض الناس وربما للأسف وقع فيها بعض العلم وهي المتعلقة بمسألة الإرجاء المؤلف كما ذكرنا أنه ألف كتابه وكان يبين هذه المسألة وربما كان في مجلس من مجالسه وهذا يظهر وسوف يظهر لنا من خلال قراءة المتن اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بقراءة متن وسوف نقف على المسائل فقط يعني تعليقات على المسائل التي تتعلق بالمعنى الذي أراد إيصاله المؤلف من خلال كلامه في هذه الرسالة فأيضا مما يحتاجه طالب العلم أيضا في قراءتنا إن شاء الله هو أيضا ما يتعلق بالتصحيح لأن هناك أكثر من نسخة وأيضا هناك نسخة وهي أول طبعة طبعت عام 1370 ربما يكون البعض عنده هذه النسخة ففيها أخطاء ربما تكون هذه الأخطاء جسيمة وتحتاج إلى تصحيح كذلك الطبعات التي بعدها هناك بعض الأخطاء التي يحسن على طالب العلم أن يتنبه إليها وأيضا يقوم بتصحيحها لأن هناك كما ذكرنا لكم هناك أكثر من ثلاث مخطوطات وربما هناك أكثر ولكن لم نقف عليها لكن لا بد على طالب العلم أن يتنبه إلى مثل هذه المسائل خاصة أنه يحتاجها أيضا وربما مستقبلا منكم من يدرس مثل هذا المتن وهذا المتن يحتاجه طالب العلم أيضا في دراسته بإذن الله تعالى نبدأ بقراءة المدن بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيبة على رحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار وقال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذا عند موته هذه المقدمة لم يذكر المؤلف هنا بجأ مباشرة بالحديث وهذا أيضا في دلالة على أن ما كتب أو ما كتب في هذا المخطوط وفي هذه الرسالة لم يكن من تأليفه مباشرة إنما يكون ربما إملاءا فالمؤلف من عدته في كتبه دائما أن يبدأ بتأليفه ويذكر شيئا من سبب تأليف هذا الكتاب ولكن وجدنا هنا أن الإمام رحمه الله بدأ مباشرة بذكر الأحاديث وهي من المسائل التي يحتاجها أيضا طالب العلم خاصة أنه بدأ بالتأصيل مباشرة ونحن ذكرنا لكم أننا قسمنا هذه الرسالة إلى ستة أقسام فالمؤلف الآن بدأ بالقسم الأول وهو المتعلق بالأحاديث الذي يريد أن يستشهد بها ويبين الإشكال الحاصل في هذه المسألة وفي الصحيحين عن عثمان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله نعم هذا هو الشاهد الشاهد في الحديث الأول حديث معاد في هذه المسألة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال إلا حرم الله عليه النار وهذا يدل على ظاهره في أنه لا يدخل النار ولا تمسه النار لكن هل هذا الحديث على ظاهره؟ هذا ما سيذكره المؤلف لذلك ذكر أيضا الحديث الآخر حديث عثمان بن مالك فقال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لكن هنا زيادة وسوف نذكر هذه المعاني وهذه الزيادات ولذلك لعلي أبين لكم حتى يكون هذا أيضا نوع من التأصير عندما نقرأ الأحاديث القادمة أن هذه الأحاديث تأتي مجملة أحيانا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال أو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار أو قد حرم أو جاء في الحديث إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فهذه تكون أحيانا في العموميات وتأتي مفسرة في أحاديث أخرى لذلك في الحديث الأول لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبتغي بها وجه الله أي ما يتعلق بالإخلاص فالمقصود أحيانا وما سيأتي ويذكره المؤلف أن بعض أهل العلم يرى أن هذا أحيانا مما يسمى عند الأصوليين هو النسخ والنسخ المقصود به ليس النسخ الذي هو ما يتعلق برفع الحكم الأول وإنما هو التوضيح والزيادة ومن قرأ في كتب الأصول يعرف هذا المعنى يعرف هذا المعنى أن النسخ ليس على إطلاقه والمقصود به رفع الحكم السابق لا وإنما المقصود به هو الزيادة والتوضيح وسوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله من خلال هذه الرسالة نعم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد بشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصبتهم مجاعة فدع النبي صلى الله عليه وسلم بالنطع فبسطة ثم دعا ثم دعا بفضل الرجل يجيء بكف الدرة وجعل الآخر يجيء يكف تمر وجعل الآخر يجيء بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة النطع هو بساط من الجلد ربما يكون في بعض النسخ توضيح لهذا نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد شاك فيهما غير شاك فيهما هذا إذن رواية غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة عندك كذا عندك كذا غير نعم وفي الصحيحين عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قالها ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر نعم هذا طبعا في صحيح مسلم في صحيح مسلم وليس في الصحيحين نعم هذا اللفظ هو لفظ مسلم أما الحديث فهو في طبعا في الصحيحين نعم يعني هذا الحديث هذا الذي ذكرناه هذا في صحيح مسلم ولكن هناك روايات أيضا لكن خلاف هذه الرواية لذلك تصحى نعم وفي صحيحين يعني عبادة ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن إيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل طيب ماذا لاحظتم في هذه الأحاديث الآن ذكر المؤلث مجموعا من الأحاديث لكن كما ذكرت لكم أن هذه الأحاديث يبين بعضها بعضا ولا تكون في الغالب على إطلاقها لا تكون على إطلاقها ولذلك هو يريد أن يؤصل ويبين ويرد على أهل الإرجاء الذين يأخذون بالحديث أو الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولذلك جاءت الروايات الأخرى تبين هذه الزيادات ولذلك في هذا الحديث الذي حديث عبادة رضي الله عنه جاء فيه زيادة قال من قال إن لا إله إلا الله وحده ناشريك وأن محمدا وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مر وروح منه وأن الجنة حق والنار حق إذن هذه زيادات أليست كذلك؟ إذن المعنى هنا فيه توضيح وبيان وليس المقصود كما يذكر أهل الإرجاء بأن المقصود من قال لا إله إلا الله فإنه يترو الجنة على هذا اللفظ فقط ولذلك هم يجتمعون كما ذكرنا لكم بالأمس أنهم طوائف ولكنهم جميعا يتفقون على عدم الأخذ بالعمل وأن المقصود هو إما الإيمان بالقلب أو كما ذكرنا وهو المعرفة كما يقول الجهن بن صفوان أو ما يتعلق بالقول والاتقاد بالقلب والقول باللسان وأيضا ما يقوله البعض ما يتعلق بأنه لا بد أن يكون شرط أن العمل هو شرط كمال أن العمل شرط كمال وفي صحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة فقال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة على هذا شيئا ولا أنقص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عندما قاله رغم على رغم أبي ذره هذا هو من العبارات التي تذكر عند العرب مثل ما يقال ثكلتك أمك أو عبارات ثكلتك أمك أو تريبت يداك تأتي هذه الحديث ولكن العرب يقولون هذه العبارة ولا يقصنون معناها لا يقصنون معناها وإنما هي دارجة على اللسان ولذلك عندما يأتي في بعض الحديث مثل هذه العبارات لا يقصد بها الدعاء وإنما هذه عبارات تقولها العرب واعتاد عليها العرب هذا من باب توضيح طيب هنا المؤلف ذكر في هذه الحديث نوعان من هذه المسألة المهمة قال أحدها ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة هذا لا إشكال فيه صحولا لا هذا لا إشكال فيه وهذا بالإجمع أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها إلا قول من قول الخوارج وهم يكفرون بالكبائر يكفرون الناس بالكبائر أما غير الخوارج ففي الأصل في ما يقوله أو يقال بأن مرتكب الكبير فإنه يعاقب ويحاسب على قدر الكبير وهذا ظاهر فإن النار الأصل فيها لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد أهل التوحيد ونقول أيضا دائما نضيف عبارة التوحيد ماذا؟ الخالص التوحيد الخالص لله سبحانه وتحالى وقد يدخل أيضا الجنة ولا يحجب عنها إذا ظهر ماذا؟ أو إذا دخل الجنة فيكون قد طهر مما من الذنوب التي قد ارتكبها ولذلك يدخل الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه هذه الحديث كلها واضحة هنا ذكر أيضا المؤلف قالوا وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد هذا يدل على أن من يرتكب الكبائر فإنه تحت المشيئة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو أيضا داخل في هذا الباب لكن الشرك بينه الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولذلك هذا ما وقع فيه أهل الإرجاء فيما يتعلق بالعمل فهم يرون من الأعمال ما فيه شرك ولكن للأسف أنهم ماذا؟ يحصلوا منهم أنهم يؤونون هذا الأمر يؤونون هذا الأمر ويقولون بأن هذا الشخص نحتاج أن نعرف ما هو في داخله ولكن الفعل لا ولو كان شركا لا يحكمون عليه بالشرك وهذا لا شك أنه خطأ كبير فكما ذكرنا لكم أننا نحكم بظواهر الأمور وهنا قال المؤلف وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد قال وهذا حق لا مريت فيه يقول ليس فيه أنه لا يُعدَّب يوما عليها مع التوحيد يعني المقصود أنه يدخل الجنة في الحديث لكنه لا يدل على أنه لا يدخل النار لا ربما يدخل النار وهو من أهل التوحيد فيطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة وهناك من استثناءهم أيضاً كما جاء في الحديث في السبعين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فهناك أيضاً استثناءات وأيضاً من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لكن هنا المؤلف قال وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه هذا أيضاً يستدل به المؤلف على أن من وقع من أهل التوحيد من وقع بالذنوب فإنه يطهر من ذنوبه وأنه ينفعه أيضاً تنفعه لا إله إلا الله لأنه يطهر من ذنوبه ويدخل الجنة ثم قال القول الثاني الأمر الثاني في هذه المسألة ذكرنا لكم نحن وهو في القسم الأول أنه هناك الأحاديث الدالة على دخول الجنة والأحاديث الدالة على أنه لا تمسه النار قال والثاني ما فيه أنه يحرم على النار الثاني ما فيه أنه يحرم على النار قال وهذا قد حمله بعضهم على ماذا نحن الآن المؤلف يريد أن يرد على أهل الإرجاء قال هذا ماذا يحمل قال على الخلود فيها على الخلود فيها يعني أنه يحرم على النار المقصود به أنه لا يخلد في النار أو على نار يخلد فيها أهلها وهذا أيضا فيه تفصيل ويحتاج أيضا إلى وقت فيه تفصيل لكن لن ندخل فيه هذا الباب ثم قال وهي ما عدا الدرك الأعلى فإن الدرك الأعلى يدخنه خلق كثير من عصات الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين هذا كله يبينه أن المقصود من الأحاديث في أنه لا تمسه النار أنه لا يخلد في النار وسوف تأتي معاني أيضا يوضحها أيضا المؤلف في هذا الباب ثم ذكر المؤلف قال وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله ماذا يدل هذا؟ هذا يرد على المرجئة معنى ذلك أن من وقع في كبيرة فإنه يعذب أيضا ويدخل النار بسبب ارتكابه مثل هذه الكبائر فتكون أو يكون هذا التعذيب الذي حصل له هو تطهير له من هذه المعاصي ولذلك قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله إذن هو قال لا إله إلا الله صح ولا لا ومع ذلك دخل النار فهذا رد على أهل الإرجاء واضح المسألة؟ هذا فيه رد أيضا عليهم أيضا قال ابن رجب رحمه الله وقال الطائفة من العلماء المراد من هذا الحديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله ولكن المقتضي لا يعمل عمله متى؟ إلا؟ بماذا؟ إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه واضح؟ يعني الركز على هذه العبارات مهمة هذه وهذه هي التي فيها التأصيل في هذه المسألة ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه ما يقصد بالشروط؟ يقصد بأن هناك للا إله إلا الله شروط وقد ذكرها العلم وهي ثمانية وهي العلم والإخلاص والمحبة والصدق واليقين والإنقياد والقبول وكذلك الكفر وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله هي ثمانية ثمانية هي ما ذكر من شروط لا إله إلا الله لا بد من تحقيقها ولذلك ذكر أيضا شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب هذه الشروط وبين مقتضاها وبين أن هذه الشروط أيضا كما ذكر المؤلف باستجماع شروطه وانتفاء موانعه لأن كل شرط له ما يقابله مما يحجب أيضا عن تحقيق هذا المعنى وهو معنى لا إله إلا الله إذن هذه الشروط العلم والإخلاص المحبة والصدق واليقين والإنقياد والقبول والكفر بماذا؟ بما يعبد من دون الله تعالى ثم قال فقد يتخلف أيضا عن هذه الشروط قد يتخلف عنه مقتضاه أي مقتضى هذا الشرط لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع أي ربما هناك مانع يمنع من تحقيق هذا الشرط وهذا ثم ذكر من قال بهذا القول وهو قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر وقال الحزن للفرزدق الحسن هذا أيضا من الشواهد وهو يدفن امرأته قال ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة ماذا قال له الحسن؟ قال له نعم إن لا إله إلا الله أو إن للا إله إلا الله شروطاً ثم قال فإياك وقذف المحصنة لماذا قال له؟ لماذا ذكر له هذا الشرط؟ وحذره من هذا الشرط؟ قيل بأنه ربما أنه كان يقع في شيء من ذلك وهو الفرزدق فأراد أن ينبهه أن لا إله إلا الله لها شروط ولها مقتضياءة ولذلك لا يصلح أن يأخذ المسلم فقط بلا إله إلا الله ويغفل ما أيضا يتعلق بلا إله إلا الله وسوف يأتي أيضا المؤلف يذكر لنا وهو الآن سوف يأتي قريبا وهو أن لا إله إلا الله هي مفتاح جنة لكن هذا المفتاح له ماذا؟ له أسنان وهذه الأسنان سوف يتبين لنا ما هي من خلال الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن ذكر وروي عنه أنه قال للفرزدق وقيل أيضا للحسن أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة إذن هذا يبين أيضا ويوضح لنا ما يتعلق بهذا المعنى وهو لا إله إلا الله ثم قال وفي صحيح مسلم وهنا أيضا قال وقال وهب بن بنبه لمن سأله وهذا أيضا مما وقف عنده أهل العلم كثيرا وهو من المعاني المهمة قال وهب بن بن بنبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك إذن هي مفتاح الجنة ولكن لا بد لها من أسنان وهكذا المفاتيح لا بد من أسنان لها حتى يفتح لك الباب قال وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أيضا جاء حديث وذكره المؤلف خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ طبعا المؤلف نجده أحيانا يذكر ما يتعلق بالإسناد ويتعلق بصحة الحديث وأحيانا لا يذكر ذلك وإذا لم يذكروا سوف نبين صحة الحديث قال بإسناد منقطع عن معاذ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله هذا المعنى صحيح ولكن الحديث هذا حديث منقطع وسوف أيضا تدرسون هذا الباب فيما يتعلق أيضا في هذه الدورة إن شاء الله ما هو الحديث المنقطع قال ويدل على صحة هذا القول انظروا هذا المؤلف أحيانا يستشهد ببعض الأحاديث ربما يكون فيها ضعف وربما يكون فيها شيء أيضا من بعض الأحاديث ربما تكون أيضا غير صحيحة لكن المعنى صحيح ثم أيضا يستدعي أيضا لها شواهد من أحاديث أخرى وهذا يحصل أيضا حتى في كتب كثير من أئمة السلف يذكرون بعض الأحاديث ويستشهدون ببعضها وإن كان فيها ضعف لكن المعنى فيها صحيح ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم إذن هذا الحديث ماذا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما يتعلق بلا إله إلا الله إذن هذا المعنى ماذا تفهم منه أنت يا طالب العلم ماذا تفهم ماذا تفهمني شيخ وما هي الأعمال التي ذكرها إذن هذه الأعمال متعلقة بماذا بلا إله إلا الله لأن الرجل قال أخبرني بعمل ماذا يدخلني الجنة وهناك لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة فهل هناك تعارض لا هذه مكملة كما ذكر أهل العلم أنها موضحة ومبينة لمعنى لا إله إلا الله هذا الأمر مهم جدا أيها الإخوة أنا أقصد أن لما نتكلم عن مسألة الإرجاء هي مسألة خطيرة لا تقل خطراً عن مسألة الخوارج والتكفير كلاهما خطر على الأمة بل إن التلبيس الذي يحصل بالإرجاء أشد التلبيس الذي يحصل بالإرجاء أشد لماذا؟ لأن الناس يأخذون بهذا القول وهم بالقول بالإرجاء ثم ماذا؟ يتركون العمل بالكلية فلا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا يعملون الصالحات ويفعلون الكبائن من الذنوب ويقول أنه يدخل الجنة بلا إله إلا الله وأنه يكفيه التصديق بالقلب ولذلك يقولون أيضاً وسوف يأتي كلام أيضاً للمؤلف في هذا الباب هم يقولون أيضاً من قال لا إله إلا الله وترك جميع العمال ترك جميع الأعمال الصلاة والزكاة وتركها بالكلية فإنه لا يكفر ولكن هذا أيضاً هناك أدلة تدل على أيضاً ما يتعلق بكفر وجاحد الصلاة وتارك الصلاة وهذه الأمور كلها لها أدلة واضحة وبينة من الكتاب والسنة وفي صحيح مسلم أن أبي بريرة أن رجلاً قال يا رسول الله دلني على عمل دائماً نحرص رضي الله عنه حتى لو لم يكن في بعض الكتب أحياناً يغفلون عن كتابة رضي الله عنه ويغفلون أيضاً عن صلى الله عليه وسلم لكن دائماً نصحح ذلك حتى في كتبه لي طالب العلم يصحح مثل هذه الأشياء يعني يجب أن يكون الكتاب الخاص بطالب العلم متميز وأنا دائماً أقول وأنصح لا أريد أن أقول هذا الكلام في هذا اللحظة لكن لابد أن أنبه عليه وهو أن طالب العلم دائماً لابد أن يحضر معه الكتاب ويحضر معه كراسة يسجل فيها الكراسة هذه دائماً أنا أنبه عليها الطلاب دائماً حتى في دراسة نظامية وفي تدريسي حتى للطلاب الماجستير في المعهد للقضاء وفي غيرها دائماً نبهم على أن يجب أن يكون معك كراسة لها أسيام هذه لا يصلح الورق هذا السائب لأن الورق السائب يطيع أو كراسة لكن الورق إذا كان هذه أو الدفات التي فيها أسيام هذه مفيدة فيها تقسيمات ويقسم الطالب فيها المسائل وكل طالب علم لابد أن يكون عنده إشكالات أي شخص يدعي بأنه طالب علم ولا يجد عنده شيء يشغله فهذا ليس بطالب علم خذها مني أي شخص يقول والله أنا ما عندي والله مسألة يعني مشغلتني الآن فهذا لا يعد طالبين طالب العلم دائماً عنده دائماً التفكير في المسائل وفي البحث في المسائل فتجه دائماً يسجل ويقيد الفوائل كذلك في مثل هذه الدروس وخاصة مثل هذه الدورة وهي دورة أنا أرى أنها من الدورات التأصيلية ولذلك لما بدأنا بهذا الكتاب أنا أرى أنه ربما هذا الكتاب وهذا التأصيل الذي نحتاجه هو ربما أهم من التأصيلات القادمة وليس هو نقص فيها لا لكن لأن ما سنذكره في هذا الدرس هو من الأبواب التي يغفل عنها الكثير من الناس الأمر الثاني أنه أصبح الآن في هذا الوقت ترويج بهذا المنهج وهو منهج الإرجاء وهذا المنهج إذا روج وظهر عند الناس وأخذ به الناس سوف يفقدون كثير من شاعر الدين ولن تظهر شاعر الدين وسوف يقللون من هذه الأمور وهذا حاصل الآن هذا الآن حاصل وتجدونه ويبثى الآن من خلال الوسائل ولذلك تنبه لي مثل هذا الأمر فاحرص على أن يكون معك دائما هذه الكراسة وهذا الدفتر وهذا أيضا على ذكرة حتى ما كان من السلف كانوا يقيدون دائما في مجالسهم وهذا ما حصل مثلا للإمام بن رجب أيضا هو هذا ما ذكره هو قيد في مجلسه فاستفدنا منه وهذا أيضا أنت منك يا طالب العلم تقيد مثل هذه المسائل وتستفيد منها وتراجع هذه المسائل فتستفيد من هذه الكراسة دائما وهي معك نعم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقم الصلاة المكتوبة وتأدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا نعم وهذا أيضا من الحديث التي بجلنا فيها أن فيها زيادة وتوضح أيضا المعنى من المقصود بمن قال لا إله إلا الله نعم وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي سهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقم الصلاة وأتي الزكاة وحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما إثنتين فوالله لا أطيقهما فوالله ما أطيقهما ما أطيقهما ما أطيقهما الجهاد والصدقة فإنهم زعموا أنه من ولي الدبر فقد باء بغضب من الله طب عندنا فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركه وقال ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فلا جهاد ولا صدقة نعم فبما تدخل الجنة إذن قلت يا رسول الله أبايعك أنا أبايعك أنا أبايعك نعم أنا أبايعك فبايعته عليهنك كلهن طيب هنا هذا الحديث لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الرجل بين لنا أمر مهم في هذا المعنى قال لما ذكر قلاته النبي عليه الصلاة والسلام لأبايعه قال فاشترط علي فاشترط علي هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد أنه اشترط عليه ماذا هذه الأمور حتى يبين له ما يتعلق بهذا الأمر وهو ما يتعلق ببيعته والبيع المقصود أنه أخذ العهد على ما يدخله الجنة والتسليم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الشاهد في هذا الباب فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما اثنتين فوالله ما أوطيقهما الجهاد والصدقة هذا الرجل في البداية لماذا قال هذا الكلام قال ذكروا بأن هذا الرجل بيّن هذا الأمر أيضا وجاءت في روايات أخرى يبين قال أنهم ذكروا بأن من تولى يوم الزحف من تولى دبره يوم الزحف فقد باء بغضب من الله قال فإني خشيت أو أن نفسي ربما جشعت وكرهت الموت فأخشى ذلك يخشى وهو التولي يوم الزحف وقال أما بالنسبة للصدقة فقال ما لي إلا غنيمة ولي شيء من الإبل وربما لو أني تصدقت والمقصود بذلك الزكاة فلا يكون عندي شيء من هذا المال ولكن بعدما بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط وهذه الأمور سلم مباشرة وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة من حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج نعم هذا ذكره المؤلف انظروا ابن رجب رحمه الله بيّن الشاهد في هذا الباب ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة أي أنها من الشروط التي ذكرها وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لدخول الجنة والمعنى ذلك أنه لا يكفي النطق بلا إله إلا الله ولكنه لا بد من ماذا؟ لا بد من العمل لا بد من العمل نركز على العمل دائما نركز في هذا الباب على العمل أن العمل أيضا من صحة دخول الجنة وليس كما يقولون أيضا في المتأخرة في هذا العصر يقولون بأنه شرط كمال وسوف نبين إن شاء الله أيضا ما يدل على ذلك أيضا في الحديث الأخرى ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانع الزكاة وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بآداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال الزكاة حق المال وهذا الذي فهم الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأناس وغيرهما وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وقد دل على ذلك قوله تعالى أعوذ بالله من السلام الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كما دل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نعم فإن تابوا المقصود بإيش التوبة هنا من الشرك التوبة من الشرك فإذا تابوا فالمقصود إذا تاب من الشرك ماذا يحقق التوحيد طيب حقق التوحيد الآن ماذا قال الله تعالى بعد ذلك قال وأقاموا الصلاة وآتهوا الزكاة هذا ما يدل عليه أنه لا بد من العمل لا بد من العمل وهذا دليل واضح وصريح ولذلك قال فخلوا سبيلهم بعد ماذا بعد أولا تحقيق ما يتعلق البراءة من الشرك مما يعبد من دون الله وهذا ذكرنا أنه شرط من شروط لا إله إلا الله وإذا تحقق ذلك فإنه يحقق ماذا التوحيد ثم بعد ذلك قال إقام الصلاة وإتاء الزكاة نعم واستشهد أيضا بالآية الأخرى على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد فلما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عن من أدى الشهادتين مطلقا لذلك هذا أيضا دليل واضح لما جاء أيضا شاهد من فعلي من من فعلي الصحابة رضي الله عنهم بأن وافقوا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وما أمر به بقتال من منع الزكاة قال لو منعوني عقالا يؤدونه إلى نبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه فالمقصود أن هذا أيضا عمل فهذا داخل في هذا الباب وهذا المعنى نعم كل هذه لاحظوا الآن الإمام الرجب يؤصل هذه المسألة بالأدلة سواء من الكتاب أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم وما فهموه كما قلنا لكم بالأمس لا بد من فهم السلف الصالح لا بد من فهم السلف الصالح ولذلك أنا أيضا في هذا أيضا أبين في هذا الموضع أمر مهم جدا أن بعض الناس يحاول أن يقلل من فهم الصحابة يقلل من فهم الصحابة فيقول ماذا؟ يقول هم رجال ونحن رجال يقول هم رجال ونحن رجال فلماذا أيضا تغفلون أو لماذا لا نأخذ بقولنا؟ ولا شك أن هذا هو من الضلال ولذلك الصحابة هم أكثر الناس فهما بمراد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أيضا مما يحسن ذكره أيضا أن بعض العلماء في عصرنا هذا جاءه أيضا عندما ظهر أحد الأشخاص وجعل له برنامج خاص يحاول أن يقلل من قول الصحابة ويبين ويريد أن يقرر بأن قول العالم في هذا العصر أو الاجتهاد في هذا العصر يقابل الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يضرب هذه المسألة لماذا؟ لأن أقوال السلف والمقصود بهم ما فهمه الصحابة والسلف هذه قواعد قوية جدا لكنها تخالف ما أرادوا من تحقيقه من مناهجهم سواء الخوارج أو سواء أهل الإرجاء أو غيرهم فلذلك هم يحاولون تأويل مثل ذلك ويريدون أن يضربون قول الصحابة فيقولون قولنا مثل قول الصحابة ولذلك رد عليهم وإن كانت هذه العبارة ربما تكون لائقة أو غير لائقة لكنه أيضا رد عليهم ردا قويا يعني بعض أهلهم رد عليهم في هذا الأمر عندما قال هم رجال ونحن رجال فقال لا هم رجال وأنت حمار يعني هذا لا يصلح أن تقول وترد بهذه الوقاحة ولا شك أنه صدق رحمه الله بهذه الكلمة عندما قالها لهذا الرجل فكيف يحاول أن يجعل فهمه هذا السقيم ويقابل بفهما الصحابة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى وهم صحابة النبي وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود نعم هذا أيضا قول ثاني وهي طائفة يعني من الأقوال في هذا الباب وهو تخريج لهذه المسألة لهذا الأمر وهو نوع من التخريج لهذا القول نعم وهذا بعيد جدا قالوا أن هذا قبل نزول الفرائض طبعا والرد عليهم المؤلف فقال إن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة هذا أيضا الثالث هذا القول الثالث في هذا المسألة وهذا ما ذكرت لكم من قول للأصونيين في هذا الباب نعم وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث أنها منسوخة ولكن الضم إليها شرائط ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة وأنه نسخها الفرائض والحدود ماذا يقصد بذلك؟ قال يقول هنا المؤلف ولكن ضم إليها شرائط يعني هناك شروط في هذا ما يتعلق بهذا أو ما يتعلق بهذا المعنى وهو معنى لا إله إلا الله فقالوا إن الزيادة على النص قالوا هل هي نسخ أم لا؟ ثم قالوا والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور ثم قال وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة ثم قال وأن نسخها الفرائض والحدود وقد يكون مرادهم النسخ هو البيان والإهضاح وهذا هو المقصود من قولهم بالنسخ وسوف يوضح أيضا المؤلف هذا المعنى قال فإن السلفة فإن السلفة كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك على مثل ذلك كثيرا ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تتبين بها توقف دخول الجنة يعني ورجعت لكتاب الموافقات للشاط بيتجدون في توسع في هذا المعنى نعم ما يتعلق بالنسخ بها توقف دخول الجنة ونجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة لها يعني هنا قال أن المقصود بالنسخ أن آيات الفرائض والحدود عندما جاءت بعد ذلك وبينت في الأحاديث الأخرى أحاديث أطلقت لا إله إلا الله ثم جاءت أحاديث أيضا جاء فيها ما يتعلق بالفرائض فقال إن آيات الفرائض والحدود تبين كويس ما يتعلق بالشرط المتعلق بدخول الجنة تبين بها توقف دخول الجنة هنا كانت هذه مثل الشروط قال والنجاة من النار والنجاة من النار على ماذا؟ على ما ذكره أيضا في الزيادة التي جاءت في هذه الحديث وهي الفرائض وما يتعلق أيضا بماذا؟ لا يكفي الاتيام بالفرائض أيضا ترك ماذا؟ ترك المحرمات فصارت قال تلك النصوص منسوخة والمقصود بالنس هنا أي مبينة مفسرة أو مفسرة واضح؟ ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها واضح؟ واضح المعنى شايخ؟ واضح؟ طيب إذن المقصود بالنس هنا ليس رفع الحكم السابق إنما هو التوضيح والبيان وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة فيها حديث أخر ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا هنا المؤلف سوف يأتي ببعض الزيادات لاحظوا المؤلف يعني رد على هذه الشبهة بكل الطرق فجاء أيضًا بلفظ لا إله إلا الله لكن فيها أيضًا زيادات وبيان ومعاني أيضًا للا إله إلا الله فهنا يذكر هذه الزيادات التي جاءت في الحديث والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال في أولها من قال لا إله إلا الله مخلصا ثم قال وفي بعضها مستيقنا وفي بعضها ويصدق قلبه لسانه ويصدق قلبه لسانه وفي بعضها يقولها حقًا من قلبه وفي بعضها قد ذلَّ بها لسانه واطمأنَّ بها قلبه ثم قال وهذا كله إشارة إلى ماذا؟ هذا أمر مهم إلى عمل القلب إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين معنى عمل القلب ما المقصود به؟ عمل القلب أيوة نعم هذا نوع من الباب هذا لكن عمل القلب هو ما يحث على العمل الظاهر فلا يمكن أن يكون هناك أيضًا عمل أو ما عمل به أو ما حصل للقلب من اليقين والمحبة والإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى إلا ويلزم ذلك ماذا؟ العمل يلزم ذلك العمل لأنه لا يمكن أن يقول أنا قد صدَّقت بالله وآمنت بالله وأيقنت بالله وتحققت عندي هذه المحبة وهو لا يطيع من يحب ولا يعمل بما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد صدَّق به ولذلك هذا يُخالف وهذا هو نوعٌ أيضًا من العمل عمل القلب الذي يحثُّه على العمل الذي أمر الله به تعالى من الفرائض نعم وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحقيقه بمعنى السهادتين فتحققه بقول لا إله إلا الله ألا يعلو القلب غير الله حبًا ورجاءً وخوفًا وتوكلًا واستعانًا لا إله إلا الله هذا الجزء الأول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله الأول لا إله إلا الله أي أنه لا يأله بماذا القلب لا يأله القلب إلا لله سبحانه وتعالى بماذا بالحب والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة والخضوع والإنابة كل ذلك طلبًا لريض الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى لا إله إلا الله ثم قال وتحققه بأنه وتحققه بأن محمدًا رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم إذن هذا يتحقق أيضًا أيضًا شهادةً أن محمد رسول الله لها شروط أيضًا لها أيضًا شروط وهو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والاجتناب ما ناهوا عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما أمر هذا أيضًا لابد منها فلو اختل شرطًا من هذه الشروط لم يكن قد تحقق هذا المعنى من شهادة أن محمدًا رسول الله لذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هذا المعنى الذي أراد أن يوصله المؤلِّف وقد جاء هذا المعنى المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة قيل ما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزك عما حرم الله عليك وهذا يروى عن حديث أنس بن مالك وزيد بن الأرقم ولكن إسنادهما لا يصح نعم هو بيّن أيضًا المؤلف هذا وجاء أيضًا من مرسيل الحسن بنحوه وتحقيق هذا المعنى وإضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله والإله هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبةً له وإجلالًا ومحبةً وخوفًا ورجاءً يقول هو الذي يُطاع فلا يُعصى بماذا هيبةً له سبحانه وإجلالًا له ومحبةً وخوفًا ورجاءً وتوكلًا عليه وسؤالًا منه ودعاءً له كل هذه شروط كل هذه شروط ودعاءً له وهذه تتحقق عند المسلم لأن من يؤمن بذلك تتحقق عند هذه الشروط مباشرة وهذا هو الأصل لأنه لا يمكن أن تنفك عن تحقيق معنى لا إله إلا الله كل هذه الأمور فلا يلزم مثلاً من العام أن يعرف مثل هذه التفاصيل عامة الناس يستطيعون أن يحققون هذا الأمر بماذا؟ بالتسليم لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يحب الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الأحاديث ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ فإذا أحببته إذن تقرب العبد بالنوافل هذا نوع من ماذا؟ من العمل فيتحقق بذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه يحب هذا بما عمل أي أنه عميل وهذا العمل هو يحصر من كثير من الناس وخاصة حتى عامة الناس عندما يسمع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بأي أمر من الأوامر تجده مباشرة يسلم بذلك وهذا هو الأصل في المسلم نعم وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ فَمَنْ أَشْرَكَ مَخْلُوقًا فِي شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَارِيهِ الْإِلَهِ حتى تتنبهوا سوف يتكلم أما يتعلق بالشرك الأصغر بالشرك الأصغر حتى لا يشكل عليكم المعنى حتى لا يشكل عليكم المعنى الآن سيتكلم هو تكلم عن المعاصي وعن الذنوب وبين أن المسلم إذا أراد أن يحقق لا إله إلا الله يجب عليه بماذا التسليم لله سبحانه وتعالى بما ذكر ثم أراد أن يبين أيضا هناك ما هو متعلق بالشرك الأصغر وهو شرك دون شرك وكفر دون كفر وهذه مسألة أيضا يعني يصعب أن نذكر تفاصيلها في هذا المجلس نعم فمن أشرك ولا يصح ذلك كله لغير الله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية من عبودية ذلك المخلوق يعني هناك أنه أشرك في عمله وهذا ما يتعلق سوفي بين المؤلف الآن نعم بحسب ما فيه من ذلك ثم قال وهذا كله من فروع الشرك قال من فروعه ما يتعلق بالشرك الأصغر ولهذا قال ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله كما ورد إطلاق الشرك وهو على الرياء كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما حذر قال إياكم والشرك الأصغر جاء في الحديث قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء قال الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فنان وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت هذه كلها داخل في ماذا؟ في الشرك الأصغر وهو لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر المخرج من الملة ولكن هناك فرق ما بين الكبائر وما بين الشرك الأصغر لا شك أن الوقوع في الشرك الأصغر أشد فيما يتعلق بالعقوبة بينه وبين الكبائر وكذلك ما يقدح قال في التوكل هذا داخل أيضا في هذا الباب وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون قال وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس أنها كفر وشرك هل هو على إطلاقها لا لا قال مثلا كقتال المسلم يقول مؤلف كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شريب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرج من الملة لا يخرج من الله ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك هذا يحتاج إلى تفصيل لعله إن شاء الله في دروسك مع المشايق إن شاء الله يبينون هذا المعنى نعم قد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هوى؟ قال الحسن رحمه الله هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه وقال قتاده هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحتجزه عن ذلك ورع ولا تقوى وروي من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ما تحت ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع يعني كأنه يقول أو يستجد بقوله تعالى ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نعم وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثر دنياهم على دينهم فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقالوا لهم كذبتم ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن حقش فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالاه لأجله وعاد لأجله فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده وإله يعني جعله بمنزلة الإله جعله بمنزلة الإله نعم أيضا كل هذا الآن نحن ما زلنا في القسم الأول ما زلنا في القسم الأول نعم ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له ولم يخلصه من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبوديته للرحمن وهم الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكل وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله وقوله ونقض من كمال توحيده بقدر معصيته لله في طاعة الشيطان والهوى إذن هذا ما يدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص هذا في دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص وهو ما يتعلق بكمال التوحيد وكمال الإيمان قال تعالى وَنَظَلُ مِمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ شَبِيلِ اللَّهِ هنا الآن انتهى المؤلف من الجزء الأول وهو ما يتعلق بذكر الحديث ثم القسم الثاني ذكرنا وهو ما يتعلق بالآدلة على بيان ذلك الآن بيان الأدلة ووضح لنا يعني ما يتعلق بالرد على هذه الشبهة رداً واضحاً بالأدلة سواء من الكتاب أو من السنة ما أدري هل هي واضحة أم لا لكم الأدلة واضحة ظاهر لكم الأمر يعني في أحد ما ظهر له إذن واضح الآن ما يتعلق بالرد على هذه الشبهة وهي شبهة الإرجاء ولذلك تحتاج يعني يحتاج طالب علم أن دائماً يحصن نفسه بمثل هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف حتى يرد على مثل هذه الشبهة وسوف يأتي بيان ذلك الآن سوف يأتي إلى القسم الثالث وهو المحبة الذي ذكرنا محبة وما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله وما يتعلق بها من محبة وأيضاً هو داخل في هذا الباب وهو الرد على أهل الإرجاء نعم ثم نلاحظ الآن في بداية هذه الكلمة الآن التي سيدكر المؤلف أنه كأنه يخاطب أناس معه فقال فيا هذا نعم كان بعض العارفين يتكلموا على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه هنا هنا فيا هذا ننظروا هذا كلام المؤلف فيا هذا نعم فيا هذا كن عبدك كأنها موعظة كانه يعظ من عنده عندما ذكر الأدلة وبيّن كأنه يعني يذكر للناس يعني خطر هذا الأمر خطره فيقول انتبهوا احذروا يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى فيقول فيا هذا نعم فيا هذا كن عبد الله لا عبد للهوى فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار في قوله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار تعسى عبد الدرهم تعسى عبد الدنار والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار طبعا في زيادة ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار من علم أن إله فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يقول من علم أن إلهه ومعبوده فردا أي واحد فماذا فليفرده بالعبودية نعم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه هذا طبعا ينقل عن بعض الصوفية عن بعض أعيان الصوفية وهو عن عبد الله بن محمد بن اسماعيل المغربي وهو صوفي لكن المؤلف كما ذكرنا عندما ينقل عنهم ينقل ما يوافق كلام السلف ما يوافق كلام السلف نعم فقال في كلامه لا ينال أحدا مراده حتى ينفلد فردا بفرد فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكت وبقي على ذلك ساعات فلما أفاق فكأنه نشر من قبره قوله لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوف ورجاء ومن تمام محبته محبة ما يحبه هذا الآن يتكلم عن قسم الثالث وهو المحبة كما ذكرنا نعم وكرهت ما يكره فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وتصديقه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه منه يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله نعم هذا أيضا يدل على ماذا زيادة الإيمان ونقص الإيمان نعم قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم قال الليث عن مجاهد في قوله لا يشركون بي شيئا لا يحبون غيري وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب كل شيء من الجور أو تبغي ضكء على شيء من العدل يعني ألا بسأل القراءة شوي إذا سنتقف حتى يكون المعنى واضح يعني في كل ابتدائي يعني هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى من دبيبي إيش؟ الدري على الصفاء في ليلة الظلماء ثم قال وأدناه أيوة وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغي ضا على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا نص في أن محبة ما يكره الله وبغض ما يحبه متابعة للهواء إذن ذكر المؤلف أن المحبة هي من شروط لا إله إلا الله ليس كذلك؟ طيب من شروط أيضا أو دلائل المحبة ماذا؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه من لوازم هذه من لوازم لا إله إلا الله فكيف هؤلاء يخفون العمل كاملا واتباع النبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا قالوا إذا تحققت لا إله إلا الله إذن معنى لماذا يبعث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ولذن ماذا أيضا يشرع لنا الله سبحانه وتعالى الفرائض وأيضا العبادات إلا أن هذه جميعها يجب أن تتحقق في هذا المعنى وهو معنى لا إله إلا الله نعم وهذا نص في أن محبة ما يكره الله وبغض ما يحب متابعة للهوى والمولاة على ذلك والمعادات فيه من الشرك الخفي وقال الحسن أعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته نعم هذه من لوازم لا يمكن أن يقول شخص أنه محب لله سبحانه وتعالى وهو لا يطيعه يصلح هذا ما يمكن لا يمكن أن يكون ذلك وكذلك الأخطر من ذلك ما يتعلق بالشرك مثل من الآن يجعلون الأعدار لمن لأولئك الذين يتوسلون ويذهبون ويطفون بالقبور ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويقولون هؤلاء على إيمان مدام يقول لا إله إلا الله فإنه على التوحيد ويقولون أنه يُعدَر بماذا؟ بجهله والعجب العجاب أحيانا تجد بعض أقوال هؤلاء ومن يدافع عن هؤلاء القبوريين يدافعون عنهم ويقولون أنه ماذا تفعل بلا إله إلا الله طيب هو لم يحقق لا إله إلا الله أصلاً هو لم يحققها فكيف تسألوا تقول ماذا أفعل بلا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لها شروط وهؤلاء قد نقضوا لا إله إلا الله بفعلهم وهذا الفعل ظاهر قالوا أنهم يُعدَرون بجهله كيف يُعدَر بجهله وهو قد سمع القرآن وقرأ القرآن أليس القرآن واضح البيان؟ القرآن واضح البيان للناس قول الله إن الله لا يغفرني ويشرك به أليست واضحة يعرفها الجميع؟ طيب هذا يُشرك بالله يدعو غير الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذه كلها أمور واضحة وبينة ومع ذلك يحاولون أن يُبين لهم بل الأعجب من ذلك أنهم جعلوا أيضاً في هذا الزمن من اليهود والنصارى قالوا أنهم من أهل الفترة انظروا إلى هذه الدرجة من الإرجاء قالوا أن اليهود الآن والنصارى هم من أهل الفترة فهم يعذرون لماذا العذر؟ لماذا عذروهم؟ من يعرف؟ لماذا عذروهم؟ عذروهم قالوا نعم تعرف؟ مشكلة ما أسمعك لكن أُبينوا هنا هم يعذرون هم يقول لأنكم أنتم لم تظهروا الإسلام على حقيقته لهم فهم لم يصلهم الإسلام على هذا غير صحيح القرآن منشور والسنة واضحة والبيان واضح وأيضاً ولله الحمد في هذه البلاد الدعوة يعني الدعوة المنطلقة من المملكة ومن هذه البلاد ومن الحرمين الشريفين عامةً للناس كافة تبث ومعروفة في كل بلدان العالم فلا يمكن أن يعذرون بجهلهم أو أننا لم نوصل الإسلام على حقيقته لهم يقولون أنتم لبستم أنتم لبستم على هؤلاء ولذلك ما حصل من يقصدون الفرق الضالة مثل داعش وغيرها وكذا أنها هي التي أفسدتها وإلى خير من تلك الأعدار الواهية واضح؟ ولذلك كل هذه الأقوال مردود عليهم بما جاءتها أو ما ذكره المؤلف من هذه الأدلة الواضحة والبينة والصريحة نعم وسؤل ذنون متى أحب ربي قال إذا كان ما يغضه عندك أمرا من الصبر وقال بشر بن شهري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يغض حبيبك وقال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وقال يحيى بمعاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وقال روي المحبة الموافقة في جميع الأحوال وأنشد فقال حسن قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل قال ابن رجب أيضا هنا وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه من الحديث هذا ثلاث من كنا فيه وجد في حلاوة الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه نعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب ذلك محبة الله ومحبة الرسول تقتضي بماذا؟ أولاً بتوحيد الله هذا ما يتعلق بمحبة الله بالتوحيد وأيضاً البراءة من الشرك لا يكفي أن نقول التوحيد لا، لابد أيضاً البراءة من الشرك ولذلك يخطئ من يقول ذلك لابد البراءة من الشرك نعم والأمر الثاني هو ما يتعلق أيضا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا لكم الشروط المتعلقة بذلك نعم وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه أنا ما أدري هل روايات عندكم مختلفة عني عندي بعد إذا أنقذه الله منه بعد إذا قانضه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ثم قال هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم قالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض نعم ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافع الحديث الذي ذكرت لكم حتى أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ونجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي كل هذه دلالات واضحة فيما يتعلق به المحبة ثم قال والمعنى كمل والمعنى أن محبة الله إذا استغلقت بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراد الرب وصارت النفس حين إذ مطمئنة في إرادة مولاها يا هذا عبد الله لمراده منك لا لمرادك منه فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف إن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ومتى قوية المعرفة والمحبة لم يريد صاحبها إلا ما يريد مولاه وفي بعض الكتب السالفة من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه نعم كل هذا يريد أن يحقق أو يبين المعنى ما يتعلق من شرط المحبة لله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها ما يترتب على هذه المحبة نعم وروي أو وروى ابن أبي الدنيا وروى أبي أبن الدنيا بإسنادي عن الحسن قال ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله حتى أنظر على طاعة أو معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت هذا حال خواص المحبين الصادقين فافهموا رحمكم الله هذا فإنه من دقاق أسرار التوحيد الغامضة وإلى هذا المقام أشر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة حيث قال أحب من كل قلوبكم وقد ذكرها ابن سحاق وغيره فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى وإلى ذلك أشار القائل بقوله أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به شواك فلو أني استطعت قضاء تطرفي فلم أنظر به حتى أراك حبك لا أرى ببعضي بل بكل وإن لم يقي حبك لي كل حراك وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك الوجد هو المحبة المقصود فإذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى متى بقي للمحبوب حفظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوة إنما المحب من يفنى عن هوى نفسه كله ويبقى بحبيبه فبي يسمع وبي يبصر فبي يسمع وبي يبصر يعني تكلم هوى نفسه كله ويبقى بحبيبه أي الله سبحانه وتعالى نعم وفي الإسرائيليات بقول الله ما وسعني سمائي ولا أرضي وسعني قلب عبد المؤمن طبعا هذه من الحديث والإسرائيليات فمتى كان القلب في غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى الحق غير يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء ما يرضاه أردناكم صرفا ما شيء لبيت هذه أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفافتكم عننا وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه هذا أيضا نوع من الموعظة أيضا من التذكير قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات فأما المتلطق بشيء من المكرهات فلا يصلح لمجاورة حذرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب فإذا زال عنه الخبث صالح حينئذ للمجاورة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقال تعالى سلام عليكم طبتم فادخلها خالدين نعم والآن مضى تقريبا يعني أو أنهينا لم نصل إلى النصف حتى الآن ولم يبقى إلا أقل من نصف ساعة فيظهر أنه لن نستطيع أن ننهي المتن في هذه الجلسة ولعل إن شاء الله يكون هناك لقاءات ثابتة إن شاء الله تعالى أو دروس تكون مستمرة بحيث أننا نوضح جميع المعاني ونقف عند كل حديث وكل أيضا قول من هذه الأقوال لماذا؟ لأهميتها وأيضا حاجة المسلم لمثل هذه الأدلة وخاصة في حياته قال أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المرؤوف بأعمالهم وأولهم العالم والمجاهدة والمتصدقة للرياء لأن يؤثر الرياء شرك ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج البهيج لا يجوز إلا على غير الناقد وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم فأما عبيد الله حقا فيقال لهم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نار الجهنم تنطفي بنور إيمان الموحدين في الحديث تقول النار للمؤمن جزء فقد أطفأ نورك لهبي فقد أطفأ نورك لهبي هذا طبعا لا يصح وفي المشند عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم يعني هذا الحديث البعيث نعم هذا ميراث هذا ميراث ورثه المحبوب من حال الخليل عليه السلام نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم قال الجنيد قالت النار يا رب لو لم أطعمك هل كنت تعذبني بشيء أشهد مني قال أسلط عليك نار الكبرى قالت وهل نار أعظم مني وأشد قال نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين كل هذه من الأحاديث أو الأقوال التي يذكرها المؤلف من باب تحقيق هذه الأمر وهو الشرطه وما يتعلق به المحبة بعدها بقليل بعدها بقليل عندما يقول إخواني إخواني إذا فهمتم هذا المعنى بعدها يقول إخواني إذا فهمتم بعدها بشيء قليل يعني إخواني إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صدقًا من قلبه حرمه الله على النار يعني هذا هو المعنى المقصود الذي أراد أن يحقق المعنى ذكر المحبة وذكر الأقوال وبين ما يدل على ذلك كل ذلك من أجل تحقيق هذا المعنى قال إذا فهمتم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله صدقًا من قلبه حرمه الله على النار فأما من دخل النار ثم قال أيضًا أن هذا أيضًا مما نؤمن به وهو أنه يدخل أيضًا من أهل التوحيد للنار وهو تطهير لهم مما يحصل منهم من الذنوب قال فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة أي كلمة لا إله إلا الله فلقلة صدقه في قولها أي هناك أنه قد ارتكب ذنبًا أو أخطأ فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله ومتى بقي في القلب آثرٌ لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها إذن هذا في دلالة على الزيادة والنقص في الإيمان وما يحصل أيضًا من المؤمن أيضًا من الوقوع في بعض الذنوب ولذلك المسلم دائمًا أن يستحضر التوبة ولذلك هذه أيضًا هذه المسألة وأنا أريد أن أوضح مسألة مهمة وهي متعلقة بالتوبة قالوا أيضًا من الأقوال وهو قول أيضًا لم أبينه لكم وهو قول أيضًا رابع في ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وهو قول الإمام البخاري في هذه المسألة قال المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل جنة قال من قالها ولم يعمل بعد ذلك أي عمل ومات قبل أن يعمل يعني مثل ما حصل لبعض الصحابة عندما آمنوا عندما آمنوا ثم جاهدوا وقتلوا ولم يعمل عملاً قط أو من كان مثل حاله جاء رجل وقال له وهذا يحصل أحيانًا ربماً مرة عليكم أنه يدخل في الإسلام ثم يموت ثم يموت مباشر ولم يعمل أي عمل قالوا أن هذا أيضًا معنى لا إله إلا الله أن هذا هو المعنى المقصود في هذا الحديث من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل في هذا المعنى أنه من مات عليها محققًا وهو قد آمن بها وصدق بها فإنه إذا مات ولم يعمل أي عمل فإنه يدخل الجنة لأنه لم يتيسر له ذلك ومات وهذا أيضًا ذكر أيضًا شيخ الإسلام التيمية ونسبع أيضًا للإمام البخاري في هذا الباب فنتنبه إلى هذا الأمر يقول هنا المؤلف ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة وإنما هو مطالب كل ما زل أن يتلافى تلك الوصمة ولذلك يقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمونه هذا أمر إذن والذين أيضًا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا عملا انظروا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحمة ومن آمن أيش علموني أبغى ترطعون صوتكم فيها عشان في دليل هذا ومن آمن أيش وعمل عملا صح ولا لا إذن العمل موجود انظروا كرر العمل في هذه الآيات وفي أيضا ما يحصل من ارتكاب الكبائر ولذلك قال الله أيضا لذلك التوبة تجب ما قبله ولذلك إذا حققت التوحيد ثم حصلت التوبة ومات المؤمن بعد توبته فإنه أيضا هذا يحقق هذا المعنى يحقق هذا المعنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يدخل الجنة في هذا الباب ولذلك الذي يحصل أنه يعذب من الذي لم يحقق التوبة الذي مات ولم يحقق التوبة من هذه الذنوب لكنه ويكون ممن من ماذا من أولئك الذين يعدمون فيطهرون من ذنوبهم نعم هذا طبعا من ما يستجنون به بصاحب البطاقة وصاحب البطاقة أيضا يدخل في هذا المعنى الذي ذكره العلم أنه قال شيخ الإسلام تيمية أن المعنى في حديث البطاقة أن المقصود به أنه من مات على لا إله إلا الله مباشرة بعد ذلك ولم يتيسر له العمل وهذا هو التعليل الصحيح لمثل هذا المعنى في حديث البطاقة وإلا لا يمكن أن يكون أيضا هذا الحديث دال على قول أهل الإرجاء بأنه تأتي هذه البطاقة بلا إله إلا الله بمجرد لا إله إلا الله وهو لم يصدق بها وأيضا لم يعمل بمدلولاتها ولم يأتي بشروطها ثم يقال له بأنها ترجح به وإلا لو قلنا بذلك لا رجحت بكل من قال لا إله إلا الله ولو كان غير معتقد بها ولذلك لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل وما ذكره في هذا الباب ما أيضا مردود عليهم إذن قال المؤلفين ومع هذا فلا تظنوا أن المحب يعني هناك ربما يكون هناك محبة لكن يحصل منه التقصير والذنوب ولذلك جاء هذا المعنى فيما ذكرت لك ولذلك أيضا في الآية الأولى التي ذكرت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يعلمون بأن الله هو من يغفر الذنب فتجدهم مباشرة يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى قال يقول قال زيد بن أسلم إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فأعمل ما شئت فقد غفرت لك الصحابة علموا هذه المعاني وعلموا بذلك ويعرفون أيضا بأن الله يغفر الذنب ومع ذلك ماذا يحصل منهم كانوا يتزودون بالعبادة ويكثرون من العمل الصالح ولم يظهر فيه أي قول من أقوال الصحابة من فهم بفهم أولئك الذين يقولون بترك العمل لم يفهموا ذلك أبدا بل كان الصحابة يتسابقون إليش إلى فعل الخيرات وإلى الصالحات وإلى العبادة كل هذا يرد على هؤلاء إذن المؤلف هنا أيضا في هذا الباب يقول أيضا في حديثنا وفي صحيح مسلم عن جاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث وفي أيضا قال صحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية قال انظر هذا أيضا يبين هذا المعنى فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه فإن الله قد أذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى لماذا خوفا من الله سبحانه وتعالى قال فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا حتى أصاب وجهه حائطا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجه فأخبره بالأمر فقال صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة هذا الحديث هو في معناه أيضا حديث أخرى أن هذه الذنوب والهموم والأشياء التي تحصل للمسلم هي كفرات هي تكفر الذنوب الخطايا للمسلم وهذا ما نعتقده في هذا الباب ولذلك ما يصيب المؤمن ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا أيضا هم ولا أيضا ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا إذن هذه الأموم التي نصاب بها في هذه الدنيا هي تكفير للخطايا وللذنوب وما يحصن للمؤمن فلذلك هنا ماذا يقصد بذلك الحديث الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن يقول ما افترضت على عبدي أحب إلي مماذا مما افترضته علي أحب الأعمال إلى الله ما هي ما فرضه الله علينا وما أمرنا به ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إذن هذه منزلة هذه الأعمال وهذه النوافل لها فائدة هذا الفائدة الأولى متعلقة بماذا بتكفير الذنوب والمعاصي الفائدة الثانية هي متعلقة بمحبة الله متعلقة بأنه إذا فعل هذه العبادات وتقرب بها إلى الله فإن الله يحب فيكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها يكون العمل كل ما يعمل وهو يراقب الله يهيئ له الله الأسباب لجميع الأعمال الصالحة في كل أمره في كل شؤون حياته وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده ولذلك جاء أيضا تكفير فيما ذكرنا في هذا الحديث الثاني ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب النصب هو التعب الذي ينتهي والوصب هو التعب الذي يستمر ولا هم يكون بالأمر الماضي ولا حزن الذي يكون للأمر الماضي ولا هم الذي يكون للمستقبل ولا غم هو الذي يطبق على الإنسان فلا يعرف شيئا أبدا كما حصل النبي عندما خرج من الطائف فأصيب عليه الصلاة والسلام بالغم ثم قال حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه نعم ولذلك أراد المؤلف أن يحقق هذا الأمر أيضا ويبينه بأن الأعمال وأن ما يصيب المؤمن أيضا سواء من هذه الهموم وأيضا ما يرتكبه من الدنوب والمعاصي إذا تاب وعمل بعد ذلك العمل الصالح فإن الله يتوب عليه بل إن الله ذكر أيضا أن الله يبدن الله سيئاته حسنات ثم قال المؤلف يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب هو يريد أيضا أن يوضح لهم بقرب العبد إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن التوبة قريبة فما على المؤمن إلا أن يبادر بالتوبة من الذنوب والمعاصي وإنه إذا تاب فإنه يتحقق له المطلوب ثم قال الآن في الجزء الخامس في هذا الباب وهو ما يتعلق بفضائل التوحيد فضائل التوحيد قال وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة هذا هو الجزء الخامس فضائل التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها انظروا المؤلف أيضا يوضح هذا المعنى عن فضل كلمة التوحيد قال فلنذكر بعض ما ورد فيها فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر وهو المتعلق بهذه العبادة ثم قال ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون وقال ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى أيضا إلى آخر من الآيات ذكرها المؤلف قال ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة فمن قبلها ومات عليها كان من أهل دار الثواب ومن ردها كان من أهل دار العقاب ثم قال ومن أجلها أُمرت الرسل بالجهاد فمن قالها عُصِمَا مَالُهُ وَدَمُهُ ومن أباهَا فَمَالَهُ وَدَمُهُ فَمَالُهُ وَدَمُهُ ماذا؟ هَدْرٌ انظر إلى هذه الفضائل في هذا المعنى ثم قال وهي مفتاح دعوة الرسل وبها كلم الله موسى كفاحاً وفي مسند البزاري وغيره عن عياض الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة حقٍ على الله كريمة ولها من الله مكانٌ وهي كلمةٌ جُمِعت وشُرِكَت فَمَنْ قَالَهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا أَحْرَزَتْ مَالَهُ وَحَقَنَتْ دَمَهُ وَلَقِيَ اللَّهُ فَحَاسَبَهُ وإن كان أيضاً في هذا الحديث أيضاً من ما يتعلق به أيضاً يراجع ما يتعلق به لكن هذا المعنى هو ما يتعلق بأنه في الدنيا فإننا لنا الظاهر في عمله وفي فعله فكما قلنا أنه من قال لا إله إلا هو أظهر لنا التوحيد فنحن نعمل بظاهره وليس لنا فيما يتعلق بباطنه فإذا كان يبطن شيئاً فيكون من أهل ماذا؟ من أهل النفاق أما إذا ظهر من عمله ما يدل على الشرك وعلى الإخلال بهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد فنحكم عليه بظاهره ثم قال وهي ثمن الجنة وهي ثمن الجنة ثم قال ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة هذا المعنى وجاء في هذا أيضاً حديث في هذا من كانت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا يدل على توضيح المعنى الذي ذكرناه لكم في المعنى الأول نعم؟ نعم 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 فهذا يحقق أيضاً هذا المعنى كما ذكرنا أيضاً في حديث البطاقة وهي قال وهي نجاة من النار وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذناً يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار لماذا؟ هذا المعنى هو ما يتحقق إما أن تكون شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون وحياً لذلك أو أن من حقق هذا المعنى بهذه الشهادة دخل الجنة وهي أيضاً قال توجب المغفرة وجاء قال في المسند عن شداد بن أوسن وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أصحابي يوماً ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف المعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم وهذا الحديث إسناده جيد وجاب أيضاً أحاديث قال وهي تمحو الذنوب والخطايا ففوائد وفضائل التوحيد هذا أنا أطلم منكم أن ترجعوا إلى هذا المتن وأيضاً تتأملوا في هذه الفضائل لأن الوقت الآن بدأ يقترب يعني سدقائق بقي ولذلك هذه الأحاديث تحتاج إلى وقفات وإلى بيان وإلى معاني ولكني أؤكد أن هذه الرسالة رسالة عظيمة لهذا الإمام السنفي ثم قال وهي التي لا يعدرها شيء في الوزن أي لا إله إلا الله فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن كما في المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة ماذا؟ فصمتهن لا إله إلا الله طبعاً هنا في رواية هنا وهنا في رواية أخرى قصمتهن هذه أكثر من رواية في هذا المعنى وأيضاً قال وفيه أيضاً عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما قال أيضاً في حديث آخر تعلنا الآن ما بقي إلا خمس دقائق نأتي إلى الحث على تحقيق التوحيد وهو القسم السادس وقال هنا وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة وهي أفضل الذكر كما في حديث جابري المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله وجاء أيضاً من حديث بن عباس قال أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله لا يقبل عمل إلا بها انظروا هذا معنى مهم جداً لا يقبل عمل إلا بها بلا إله إلا الله أي أنها متألقة بماذا؟ بالأعمال وهذا أيضاً رد قوي في هذا الباب وهذا رد أيضاً في هذا الباب ثم أذكر فضائل كثيرة في معنى لا إله إلا الله ومن فضائلها أن تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء وأيضاً قال في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسول وأن عيسى عبد الله ورسول وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء أيضاً هذه الحديث الحقيقة أنها تحفز المؤمن أيضاً على العمل وعلى تحقيق معنى لا إله إلا الله وهذا أيضاً يرد على هؤلاء الذين يقللون من لا إله إلا الله عندما يقولون أيضاً بعدم أو بعدم دخول العمل بالإيمان هذا يقللون من هذه الأعمال ومن فضلي أيضاً لا إله إلا الله أيضاً الحث على تحقيق لا إله إلا الله يقول المؤلف قال بعض السلف كان إبراهيم عليه السلام يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك يقول كان بعض السلف يقول في دعاء اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة هذا الحث على ماذا على تحقيق التعوحيد هذا هو القسم الأخير الذي يتكلم فيه المؤلف وذكر هناك أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى وذكر أيضا كان أبو سليمان يقول في قوله إن طالبني ببخلي طالبته بجوده وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه هذا معاني طبعا هذه من كلام كما ذكر أو ذكرنا لكم أنه من كلام المتصوف الذي كان ينقل عنه وإن كان فيها من المعاني الصحيحة وأيضا ذكر المؤلف كثير من هذه الأقوال في هذا المعنى وهو ما يتعلق بالحث على تحقيق كلمة التوحيد والتمسك بها فذكر أقوالا كثيرة في هذا الباب ولعلنا نكتفي بهذا القدر وما ذكرناه في هذا المعنى أو هذه الرسالة العظيمة التي تحقق هذا المعنى ولذلك وصية لكم وما بقي إلا دقيقة واحدة ونصف على الأذان إلا أن أوصيكم أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على طلب العلم وتحقيق هذا المعنى للا إله إلا الله كما ذكره المؤلف وأيضا أن لا نغتر بهذه الأقوال وخاصة في هذا الزمن والتقليل من مكانتها وقدرها وعدم تحقيق شروط لا إله إلا الله وأيضا ما يتعلقها بمعنى من شرط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق الشروط المتعلقة أيضا بأيضا شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله سبحانه وتعالى فهذه المعاني معاني عظيمة ولذلك المؤمن إذا حقق هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله وأتى بما يتعلق بشروطها وذكرنا لكم وبيننا لكم ما يتعلق بشروطها وهي العلم بالله واليقين به سبحانه والإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والمحبة التي وقف أيضا عندها المؤلف كثيرا لأنها تعني المعنى الكثير الذي في الغالب هو ما يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى ثم الصدق ثم الإنقياد له سبحانه والإنقياد يتعلق بماذا باتباعي أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثم بعد ذلك القبول أيضا لما جاء به وما جاء من الأوامر والنواهي وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله وأيضا أؤكد لكم لا يكفي أن يقال هو فقط التوحيد ولكن البراءة أيضا من الشرك وأهله البراءة من الشرك وأهله لأن إذا لم نقل البراءة من الشرك وأهله ماذا؟ ربما أيضا ندخل في بابي وما يتعلق بالإرجاء لأنهم يقولون بمسألة التوحيد لكنهم لا يتبرؤون من أهل الشرك ويقولون بأنهم يدخلون مع ماذا؟ مع الموحدين وأنه تنفعهم مثل هذه العبارة وأغفلنا شيئا مما نريد أن نذكره عن أيضا ما يتحقق من الطاعات والعبادات ولعلها إن شاء الله تتحقق لكم أيضا من خلال المدارسة والإطلاع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركة وأن يرزقنا جميعا الإخلاصة في القول والعمل وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن يبارك مثل هذه الدورات وأيضا أحثكم على المزيد على طلب العلم وصلى الله وسلم وباركة على نبينا محمد